يصل الليلة بالنهار في هذا الوقت من كل عام لإيجاد مرعاً لنحله مع انتهاء كل ربيع يقوم دياب نقل صناديق تربية النحل بغية إنتاج عسل طبيعي بآخر ربيع وآخر الشوكيات يومنا ما يدل شيء مجبورين ندور على المرعاة شو ما كان مرعاة مثل قطن مثل خضرة يعني بدنا نروح على المشاريع لكن ما يقلق دياب هو المبيدات الحشرية التي يتم الرشها دون رقيب على البساتين العام مات عندي شيء أكثر من 150-160 خلية هذه ماتوا بسبب دواء رشها على خيار وعلى بساتين خلال 12 عاماً من الأزمة السورية تراجعت تربية النحل بشكل كبير في المنطقة ويرده المختصون لأسباب كثيرة متعلقة باستعمال المبيدات والزراعة العشوائية بشكل خاص الغطاء النباتي وتغيير المناخي هو السبب الرئيسي واستخدام المبيدات بشكل جائر عدم اتباع الدورة الزراعية بشكل منتظم الزراعة العشوائية أدى إلى انقراض بعض النباتات التي تعد الغزاء الرئيسي للنحل وبالتالي أدى إلى انخفاضها بشكل كبير مع الأسف بحسب أحصائيات غير رسمية قدر انتاج العسل في محافظة الحسكة قبل الأزمة السورية بـ 75 طن ليتراجع الآن إلى نحو الثلث ويقدر عدد النحالين في الشمال السوري بحوالي 500 نحال 11 مليون زهرة و 55 ألف رحلة تحتاجها خلية النحل لانتاج كيلوغرام واحد فقط من العسل وهذا ما يشكل تحديا كبيرا لنحالي المنطقة لإيجاد حقول طبيعية تحافظ على نحلهم هجر سيسكا نيوز عربية ريف القامش لشماء شرق سوريا